ازيك يا ست الكل يا خلي يا انت والله انا بحبك اوه 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 كده اهل الله وبخلي برنامجك وبحب الشيخه كلها والله والله الشيخ احمد و الشيخ اشرف و الشيخ محمد كلكم و ربنا يخليكم للبرنامج و دايماً كده يا رب والنبي مكالمة حلوة عصب عصب من الدق اهلية و انت طيبين يا حبيبتي و انت طيبة انا عندي بس كم سؤال كده في السلسلة انا مثل اخبطة انا الحمد لله انا مثلاً ستة كبيرة و ما عنديش اه اه يعني ما عنديش يعني ان انا اتهم كده بل الحمد للبرنامج وبتاعكم فاهمني وبعرفني كل حاجة طب الحمد لله والله فانا عايزة اسأل الوقتي انا يوم الجمعة تمع خطبط للشيخ اه بيقول لا ينفع يعني لا العصر لا سنة لا قبل ولا بعد واني بقى الناس كان يقولوا لا لي سنة العصر واني بصر ان انا صلي كورة كعسين قبل العاصر ماشا طيب ماشا فاني مش عارسة هل ده صح والله ايه ماشا واني بصوم كل الحمد لله بصوم طول السنة اتنين وخميس ماشا ماشا فهل يعني طول كتان الحمد لله هل هو ان انا بصوت اه ثلاث اه النص من هو كون كل شهر عربي اتنين وخا اه تلاتاشر وبعتاشر وثناء اه انت مقى خلاص انت مواصبع على اتنين وخميس مش مركزة هل ده مسلا انا احاول ان انا اصلي اصوم ده برضو ولا ده يعني صنة ولا ايه اللي هو تلاتاشر وخمستاشر مش ليه اه 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 وما علش وسؤال كمان المغرب يقولوا لازم تصوت المغرب اللهم اصلى على النبي بعد المغرب لازم اصلي اصلي ثلاث ست ركعات بعد صلاة المغرب ست ركعات اه هل ده ايه يعني انا مش فاهمة برضك الناس بيقولهم ده مان اللي بيقولك ده يا حاج جه مان اللي بقولك ده الناس بيقولولي بقولي بعد المغرب وانت بتاخدي اه بتاخدي تعليمك من الناس طب اسمعي الرد الصح اسمعي الرد الصح مش هي بستنى اليوم الحلو الساعة حتى انا اسألك واستفن منه اهلا وسائل شكرا يا حاجة يا امر انت مكلمتك حلوة خالص انت كالناس اللي لسانها حلو ده صدقة دي كلمة طيبة صدقة فهي عملة تتصدق علينا بكلمات حلوة اهلا بيها طيب دلوقتي العصر له سنة ولا ملوش سنة بص يا فندم الخلاصة العرفة الايه كابسولة خلاصة فالخلاصة في عندنا حاجة اسمها سنن رواتب رواتب يعني ايه يعني سنن مؤكدة مؤكدة يعني ايه يعني النبي ما كانش بتركها ابدا ورواتب عملة زي المرتب يعني ايه ما هو كلمة المرتب يعني ايه يعني حاجة مستمرة اه 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 اللي كان النبي بيستديم عليه يا فندم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله سنتي عشرة راكعة في اليوم والليلة يعني اتناشر راكعة في اليوم والليلة بنا الله له قصرا او بيتا في الجنة طيب الاثناشر الرواتب المؤكدة اللي لم كانش بسيبهم دول ابدا هرتبهم لي كأوسيها دعاو الناس معانا يحفظوهم ما يسألوش حد تاني بعدنا اتنين من الفجر لأ هناخد الخمسين في المية ستة منهم للدهر عشان نريح آه ستة من اتناشر للدهر اربعة قبل واتنين بعد اتنين بعد كده الظهر يخد كم ستة خمسين المية فضل لنا كم خمسين في المية من الاتناشر راكعة ستة من اتناشر راكعة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبني بيها بيت في الجنة اللي لنا لم كانش بسيبهم ابدا اتنين قبل الفجر واتنين بعد المغرب واتنين بعد العشر بس خلاص خلصنا اه قولهم لي تاني بقى خلاص يبقى كده في ستة الظهر حلو اربعة قبل صلاة الظهر واتنين بعد صلاة الظهر حلو انت سهلتها كده حلو كده يبقى كده ستة في الظهر ابدأ يبقى من المغرب بقى ابدأ من المغرب واتنين الفجر واتنين المغرب واتنين العشر بس خلاص كده دول اللي اتنشر الرسول ما كانش بيسيبهم أبدا في عندنا بقى سنن خفيفة أحيانا الرسول يصليها وحيانا يتوقها ما كانش يداوم عليها إمتى قبل العصر وقبل المغرب صلناهم خير وبركة ما صلناهم شي ما فيش مشكلة بس بقول وأنتو صلوا خيرون لكم إنت الكسبان آه طبعا زيادة الصلاة يعني